اي فيديو بتنزله يا صاحبي لو ما كانش بالشكل ده او الشكل ده او الشكل ده وعمره ما يحقق نجاح والمشاهدات بتاعتك هتنزل نزول رهيب جدا والفيديوهات اللي انت شفتها دي ممكن ما بزول عليه شغل كبير جدا برنامجين او تلاتة شركة واندرش هير في برنامجها في المورة قالت لك بص انا عملت لك الكمبو في الاصدار الاخير جمعت لك كل البرامج اللي هتحتاجها في برنامج واحد من ترانزيشنز ومؤسرات وفي اف اكس وكل حاجة في المورة الاصدار الاخير ده غير كمان ادوات الذكاء الاصطناعية الرهيبة جدا اللي هتخليك صانع محتوى غصبا عنك انا مش ببالغ لما بقول غصبا عنك لانها بتجيب لك الفكرة وتاخد الفكرة كوبي توديك على الاسكريبت تاخد الاسكريبت كوبي تعمل بيه موقع روان جمدان قول زي ما انت عايز تقول انا الحقيقة متحمس ابدأ بس متحمس لايك بتاعك واللي اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس قبل اي حاجة يلا بيه زي ما انت متعودين معاه في كل الشروحات اول حاجة بنعملها بننزل على صندوق الوصف وندخل على اللينك اللي في صندوق الوصف عشان نروح على صفحة تحميل في المورة هتبدأ من هنا تقول له تجربة مجانية وتضعط هتقول له start download بالشكل ده open وبعد كده هتقول له تسبيت زي ما انت شايف هتسطب معاك بهذا الشكل وزي ما انت شايف كل حاجة باللغة العربية بعد ما بيخلص setup هنقول له ابدأ الان هيبتدي يحمل ويفتح معاك بالشكل ده لو البرنامج فتح معاك بالانجلش زي حالتي كده هتروح على file وبعد كده تروح له على preferences هتضغط عليها بالشكل ده وتروح على language وهتنزل لحد ما تلاقي United Arabic Emirates هتضغط عليها بالشكل ده هيكتب لك جاري التحميل بعد ما بيخلص هتضغط على top B زي ما انت شايف البرنامج فتح معاك باللغة العربية ودي برضو من المميزات اللي بتسهل عليك تجربة الاستخدام اول ما البرنامج بيفتح معاك بسم الله الرحمن الرحيم كده بتشوف شوية مميزات رهيبة جدا اول حاجة ابعاد متزنة تختار له عرض الفيديو اللي انت عايزه سواء بالعرض او بالطول او انت تعمل فيديو تيك توك او انستجرام ريل او 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 ايان كان وهتلاقي عندك بقى شوية ادوات بالذكاء الاصطناعي رهيبة اهمهم بالنسبة لي طبعا ان انت تقدر تجيب افكار لو روحنا على كتابة المحتوى باستخدام الاي اي بالشكل ده يقولك افكار فيديو يوتيوب النص الشفهي للفيديو تقدر تطلع سكريبت للفيديو مقال تقديمي تعريفي عنوين الفصول للفيديو حاجات بقى ايه من الاخر هتفرق معاك جدا في صناعة المحتوى انا هروح مثلا على افكار فيديو واقول له مثلا لعنة الفرعنة لغة الاخراج العربية واقول له خيارات متقدما عايز خمس نتائج انا اختار منهم واقول له انشاء طبعا بيقولك جاري انشاء النتائج وزي ما انت شايف طلع لي الخمس نتائج بالشكل ده هو بيقولك مثلا اقتراحات ايه رايك تتكلم عن فهم لعنة الفرعنة نظرة عميقة في اصولها وتأثيرها على المجتمع المصري لعنة الفرعنة حياة مخرافة وهكذا الفكرة اللي تعجبك يا صاحبي اخدها كوبي بالشكل ده وسنترها في دماغك وابدأ بقى اروح على النص الشفعي للفيديو انا هقول له مثلا لعنة الفرعنة واللغة العربية وعدد النتائج واحد وقول له انشاء هيبدأ يطلع لك سكريبت فيديو كامل بالزكاء الاصطناعي تقدر تعمل بيه محتوى في اقل وقت واقل مجهول ما تنساش بقى تدعمني باللايك والاشتراك والشير لان اي حد يوصله الفيديو ده تكون انت السبب في الخير اللي هيحصله بسبب سهولة صناعة المحتوى دلوقتي في المرة نقلت صناعة المحتوى الليفل الوحش عندك حاجة مهمة جدا بالنسبالي انا كصانع محتوى قديم انا مثلا ممكن اعود اصور قدام الكاميرا عشر دقايق ربع ساعة فده طبعا بالنسبالي وقت كبير جدا 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 فمن خلال كشف الصمت ده بروح اختار الفيديو اللي انا عايزه بالشكل ده وزي ما انت شايف هيفتح لي الواجهة دي هقول له حدد الحجم حجم طبعا لايه الصمت المدة الدنيا للصمت دي يعني اي صمت هيتعدى النص ثانية هيشيله وهبدأ اقوله تحليل بالشكل ده انت لو لاحظت اصلا الفيديو كان قد ايه كان كم دقيقة الفيديو كان 12 دقيقة وهو طبعا مكمل وماشي اكيد مش هيعدي 7-8 دقايق هو شلي حوالي 4 دقايق وانا اختار بقى اللعطات اللي انا عايزة تنزل في الفيديو بمنتهى السهولة والسرعة وراحة البال كأن حد فعليا هو اللي بيمنتج للفيديو وانا قاعد باشا شايفين التقطيعات قد ايه كل ده هنشوفه بالتفصيل دلوقتي انا بحبوك والله وعايزكوا تشوفوني تاني فلايكك واشتراكك بقى وتفعيل زر الجرس عشان مفيش اي حاجة حلوة بتكمل من غيرك وبعد ما بيخلص بالشكل ده هقوله تصدير الى الجدول الزمني طبعا بيقولك عايز اني فريم هقوله خلاص طبقها مع وسائل الاعلام وزاي ما تيجي تيجي شايفة صاحبي واو بجد شال كل الصمت اللي في الفيديو بقى عندك كده ايه اوبا انا مسلا مش عايز دي او محذفها بالشكل ده اجي هنا وهكذا زي ما انت شايف تعال انكبر شوية عشان تشوف اكتر احذف يا باشا الصمت اللي بينشوتتك وارفع الفيديو خلاص كده انت خلصت عندك بعد كده مسجل شاشة يعني لو انت بتعمل برنامج شرح زي كده وعايز تشرح للمتابعين بتوعك تقدر تدخل على مسجل الشاشة عندك ان انت قدر تحول اي نص الفيديو بالزكاء الاصطناعي فاكرين النص اللي احنا خدناه كوبي من لعنة الفرعنة تقدر تحطه بست بالشكل ده وتحول النص الى فيديو حاجة رهيبة جدا الحقيقة ويالله خلينا نشوف بقى مميزات في المورة من جوه البرنامج نفسه بتجيب اي فيديو عندك عايز تعمله ايديتنج وبتحطه بالشكل ده بعد كده بتسحبه على الطايم لاين بتاعك بالشكل ده وبيقولك اختار ابعاد الفيديو زي ما انت عايز عايز تحافظ على ابعاد المشروع اللي عايز تخليها متابقة للاعدادات الافتراضية للبرنامج انا هقول له الحفاظ على اعدادات المشروع وهنصحك نصيحة مهمة عشان تاخد تجربة احترافية كاملة اعمل تسجيل دخول اول حاجة لو روحنا على وسائل اعلام والاسهم هتلاقي عندك شوهات مميزات رهيبة جدا ان انت تقدر تعمل صورة بالزكاء الاصطناعي وضغط على بداية بالشكل ده هتلاقي هنا في اللايبرية او في المكتبة مؤسرات وايفكتات كتيرة جدا تقدر تختار ما بينهم عشان تزود العمل بتاعك احترافية والمؤسرات دي الحقيقة دلوقتي بقت بتجزب المشاهد بشكل كبير جدا لو انت بقى عايز تزود مشاهداتك واما الى ذلك اللي الحاجات بقى الميمز والكلام ده كله والسولد كالور والجريدينت حاجات كتير انت بقى تقدر تختار ما بينهم وتفنن انا بحاول احطك على ايه على الطريق وانت تعامل على سبيل مثال مثلا لو خدنا العد التنازولي دي تقدر ان انت تحطه في اول الفيديو بتاعك بالشكل ده عشان طبعا ايه تزود الحماس لدى المتابع والكلام اللي انت عارفوا بقى ده والتشويق والإصارة خلينا نروح على الصوتيات واللي هتتفاجئ الحقيقة بحاجة مهمة جدا وهي الموسيقى باستخدام زكاية الاصطناعية ان انت تقدر تولد الموسيقى الخاصة بيك عن طريق زكاية الاصطناعية بتختار المشاعر بتاعتك سواء استرخاء او حماس او حزن او مرح او بطولة انا اختار حماس هتقول له مثلا مدة الموسيقى انا عايزها ساي مثلا الفيديو ده قد ايه الفيديو ده على سبيل المثال دي اقى 37 ثانية خلينا نقول مثلا دي او نص وهتبدأ تقول له عدد مقاطع الموسيقى التي تم انشاءها هو مقطعين او ثلاثة وتبدأ تقول له بداية طلع لنا اول مقطع بالشكل ده ولسه بيحمل مقطعين كمان واخد بالك الوقت طلع بالزبط زي ما احنا مختارين هنشغل بالشكل ده ونسمع مع بعض تانية الثالثة طبعا كل الموسيقى اللي بتطلع من هنا ما عليهاش مخالفة حقوق النشر تقدر تاخد مقطع الموسيقى بتاعك بالشكل ده وتحطه زي ما انت شايف كده لو ظهر لك الكف ده بتقدر ان انت توطي الصوت منه شوية عشان ما يغلوش على صوتك اللي طالع في الفيديو وتعالوا نشوف النتيجة تبع عاملة ازاي ليه شركة أولر مكملة بعزل مجاح الرهيب اللي احنا شايفينه دلوقتي والسؤال الاهم من ده كمان انها ازاي قدرت تجمع بين التكنولوجيا الرهيبة طيب انت دلوقتي خلصت الفيديو بتاعك ومحتاج تعمل صمنيل احترافي زي ما بتشوف على قنوات اليوتيوب اللي بتجيب مشاهدات ومشتركين عالية جدا وانت نفسك تكون واحد من دول ها في المورة سهلت الموضوع عليك بشكل كبير جدا ان انت تقدر تعمل الصورة المصغرة عن طريق الزكاء الاصطناعي بعد ما بتخلص الفيديو خلص بتوقف على اي حتة فاضية في التايم لاين بالشكل ده بيفتح لك هذه القائمة وهتلاقي كلمة الصورة المصغرة هنا هتضغط عليها بالشكل ده هتقدر تختار اي فريم من الفيديو تخليه صورة مصغرة او لو انت عندك بقى صورة مصغرة انت ما تصورها برا الفيديو بتروح على من ملف محلي وتقدر تختارها من هنا بالشكل ده على سبيل المثال هختار الصورة دي وهقول له تحرير هتروح على التحميلات هيبدأ يجيب لك حاجات رهيبة جدا بقى يعني اللي هو ايه زي تيمبليت سابتا كده او شوية حاجات سابتا ودول اللي انت بتقدر تختار منهم وتعدل عليهم عندك التحميلات وعندك عادة وعندك تقدر بقى تختار زي ما انت عايز على سبيل المثال انا هختار القلب ده مثلا هتلاقي عندك الكلام هنا ظهر هتبدأ تكتب بقى سواء عربي او انجلش زي ما انت عايز انا هكتب مثلا كده بالشكل ده وهبص حتى هو يعني الحقيقة البرنامج زكي بتقدر تصغر من هنا بالشكل ده ممكن لو مسكت من الجزء ده تقدر تميل شمال او تميل يمين تغير اللون بتاعك وتقدر تختار اي لون كمان من الصورة زي ما انت عاوز بقى وكمان بتقدر تغير الخط بتاعك بالشكل ده وكتير بقى من المؤسرات اللي انت بتقدر تحطها وطول ما انت ماشي عمال بتجرب في شوية حاجات هتطلع نتيجة زي الفل وزي ما انت عايزه اكتر بعد ما بتخلص بتقوله حفظ بالشكل ده ولو روحت على العراوين هتلاقي عندك ان انت يقدر تضيف شوية مؤسرات رهيبة جدا على الفيديو بتاعك بالتكست تقدر تكتب اي حاجة انت عايزها على الفيديو وتظهر زي ما هتشوف دلوقتي معايا على سبيل المثال هناخد الارت دي كده ونحطها هنا بالشكل ده تضغط عليها هنا دبل كليك وتكتب اي حاجة انت عايزها سواء بالعربي او بالانجليش ومن اي كورنر بتسحب كده عشان تقدر تصغر او تقبل زي ما انت شايف اطلق العنان لخيالك اسرح بخيالك زي ما انت عايز عشان تاخد افضل نتيجة ممكنة عندك هنا طبعا ودي طبعا مؤسرات جمدة جدا جدا انت تحطها على حسب موضوع الفيديو اللي انت بتتكلم فيه فيه ناس مثلا بتحكي كساس رعب هتلاقي مثلا خطوط رعب والكلام ده كله فيه ناس مثلا فيديوهاتها كوميدي هتلاقي خطوط على شكل كوميدي وبتاع وهكذا ومن المميزات الرهيبة جدا برضو في برنامج في المورا اللي لقيتها تنفعك بشكل كبير جدا وحايف بقولك عليها ان انت لو ضغطت على الفيديو بتاعك هنا وروحت على القيمة اللي في الشمال دي وضغطت على فيديو هتلاقي عندك شوية حاجات مهمة جدا لو روحت على أدوات الزكاء الاصطناعي افريد انت عندك بلور في العدسة او فيه مشكلة في العدسة مثلا ما طلعتش الصورة مظبوطة تضغط على تصحيح العدسة بالشكل ده وتختار الكاميرا اللي انت مسور بيها سواء الجو برو او السوني او الكانون او اي كاميرا انت مسور بيها على سبيل المثال هختار مسلا السوني اتش دي ار وهتبدأ تختار الكواليتي اللي انت عايزها تثبت المستوى زي ما انت عايز لان احيانا الفيش اي مثلا بتبقى مش مظبوطة قوي فبتبقى الابعاد بتاعت الفيديو او الاطراف بتاعت الفيديو فيها شوية انبعاجات وفيها شوية حاجات مكعرة بزيادة فكل ده طبعا بيتصلح عندك هنا لو الفيديو متحرك او فيه اهتزاز تقدر تفعل الاستقرار دي هيديك حركة نعمة او هيسبت لك الفيديو عندك من ضمن الحاجات الرهيبة جدا ان انت تقدر بضغطة واحدة تعزل الخلفية زي ما هتشوف دلوقتي كده بص تقدر تزود سمك الحواف شوية كده عش تدي شكل احترافي ناس بقى اللي بتعمل فيديوهات ري اكت وبتاعه الكلام ده يفرق معاكم جدا انا واحد من الناس هنزل لكم كمان يومين كده فيديو ري اكت عظمه استنوه اشتركوا في القناة وفي عزر الجرس وهيكون برضو من خلال تطبيق او برنامج في المورة تقدر كمان انت تعمل قناع او ماسك من خلال ذكاية الاصطناعية لو انت جيد دلوقتي ضغط على قناع الذكاء الاصطناعية بالشكل ده وتختار اللي انت عايزه سواء فرشة زكية انت اللي تحدد بنفسك او تحديد الشخصية زي ما انا هعمل دلوقتي كده هو حددلك الشخصية هو عمل لك ماسك في مينت انت عارف الماسك ده انا بقعد فيه على ادوي بريمير برو لو حبيت اعمله فريم فريم بقعد فيه مش هقل من ساعة ساعة ونص في دقيقة مثلا او حاجة زي كده هنا على طول في مينت زي ما انت شايف ما شاء الله البرنامج في منتهى القوة والتميز تقدر كمان تتحكم في اضاءة الجسم اللي انت حددته وعملت له ماسك تقدر تتحكم في الفيزر تقدر تتحكم في حجم الماسك نفسه ده الفيزر ده وتقدر تتحكم فيه الاطراف تكون شفافة كلام بقى ايه احترافي شويتين تلاتة ما عليك منه المهم ان انت وصلت لنتيجة اللي انا عايز اقولها لك عايز تلغي كل الكلام ده بمجرد ان انت تقوله لا شيء بيلغي الماسك وترجع لطبيعتك تاني هيا عندك شوية انتقالات احترافية مع شوية تأثيرات رهيبة جدا تقدر تحطها على الفيديو مع شوية ستيكرز او ملساقات بتسهل عليك اي حاجة انت عايزة تقدر تبحث تقدر تجيب اي حاجة انت عايزة بمنتهى السهولة والسرعة حاجة فوق الخيال بشويتين تلاتة زي ما انت شايف تقدر كمان تتحكم في حجم الستيكر بتاعك او شمال يمين كلام ده كله بيفرق جدا معاك في المونتاج لو انت بقى عامل ماسك تقدر تحط الحاجة دي وراك وتطلع كده من وراك بقى بمؤثرات وفيكس رهيبة جدا الحياة ما عنديش اي كلام تاني غير ان في المورة ابداعت في اصدارها الاخير التلاتاشر وانا الحياة من اشد المعجبين ببرنامج ده وهيكون برنامجي الاساسي وتقدر تستخدمه بشكل سهل وسهلس وراهيب زي ما انت شايف وبس كده في نهاية الفيديو اتمنى ان انت تكون استمتعت بتجربة الشرح ل في المورة الاصدار الاخير من شركة واندرشير الشركة العملاقة في نجال البرمجيات لو انت بقى حبيت الفيديو وحبيت المحتوى حبيت الشرح ارزعني اللايك المتين ولو انت حافظ تشوفني اتمنى ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس فضلا لايس امرا موضوع ده بيرفع من روحي المعنوية فوق متى تخيل سبكوا في حفظ الورايتو وعلقوا بهزلة اشتركوا في القناة